لم تكتفي بتدميرها وتشريد أهلها بواسطة أذرعها المسلحة الطائفية بل تريد الآن تطويعها والسيطرة على مقدراتها وإخضاعها لنفوذها تلك هي إيران والمدينة المستهدة فهي الموصل التي تواجه الآن خطر النفوذ الإيراني المتزايد في كل مناح الحياة الأمنية والاجتماعية والاقتصادية باحثون من مدينة الموصل أكدوا أن إيران وراء عمليات استيلاء الديوان الوقف الشيعي على الأوقاف السنية في الموصل لما لهذا الأمر من أهداف مستقبلية عميقة تتمثل في تغيير هوية المدينة ونسفي نسيجها الديمغرافي يعمل على هذا الشيء منذ سيطرة القوات الحكومية والميليشيات الطائفية على المدينة وأثار تلك الأفعال واضحة للعيان وسكان مدينة الموصل لا حول لهم ولا قوة أمام فرق الموت الطائفية الخاصة التي تغتال وتخفي قسريا كلما يدافع عن حقه ضد آلة الإفناء الطائفية إيران دخلت بشكل كبير عبر النفوذ الاقتصادي والنفوذ السياسي المسلح عبر فصائل الحجد الشعبي إلى الموصل وحاولت أن تفرض عدة إيرادات داخل محافظة تنينوى ومنها مشكلة الأوقاف الآن الموجودة داخل محافظة تنينوى تدخلات إيران في الموصل كما يؤكس سكان المدينة تتجلى في هيمنتها على الأحزاب والكتل والفصائل المسلحة على من بقي من الأهالي كما أن موجة التفجيرات التي شهدتها المدينة حصلت في ظل سيطرة الميليشيات الطائفية التي تعلم وتتحكم بكل المنافذ المؤدية إلى الموصل إيران هي المنبع الأساسي للفوضى الموجودة بالإعراق وبالموصل بالأخص إيران تدخل سياسيا واقتصاديا من جميع النوع التدخلات من ميليشيات إلى أحزاب إلى كتل إلى كل شيء تتوقع فالإيران تدخلات همجية همجية بحتها تريد سقط العراق أو بلحرة تريد تاخذ ثارها من العراق على أنقاض المساجد والمنازل وفي ركام الشوارع ثمت مشروع طائفي يرسم في وضح النهار وعرفه البعيد قبل القريب لكن لا حراك حقيقيا لإنقاذ تاريخ أم الربيعين ومستقبلها من أنياب المشروع الطائفي الإيراني